موسيقى مساء الخير اللي لدي موضوعنا البورصة هو مشهور جدا طبعا ببورصة مشهور بس بطريقة معينة يعني اغلب اغلب مش كل طبعا الناس يعني فيه ارتباط شرطي كده بين البورصة وبين مقاسي انسانية يعني علاقتنا بيها جيلي ويمكن كمان جيل قبلي ويمكن معادي كمان الافلام الابيض والسود اللي فيها مشهد شهير متكرر بصيغات مختلفة لكن بيحصل انه فلان ده الباشا فلان البي فلان الاستاذ فلان افلس لانه فقط كل سروته في البورصة وفيه بقى حاجات يعني طريفة يعني ان الافلس ده يبقى عنده بنت فتضطر تروح تتجوز واحد غني او تحاول تتجوز واحد غني او تقبل بالجواز من واحد معين لانه فقط لانه غني علشان باباها فقط فلوسه في البورصة او العكس انه واحد اه ولد يفقد ابوه فلوسه في البورصة وصروته في البورصة فيا اة يقبل يتجوز واحدة مبيحبهاش او البس لانها غني يعني ده الصورة الكاريكاتورية لحدٍ كبير لكن الجزء بقى مهم الجد في الموضوع هي إيه البورصة دي إيه البورصة دي ده ده سؤال مهم ومركزي ومفائدتها الاقتصادية و ربما كتير من الناس يبقى شايفين لملاهاش فايدة دي هي مجرد مضاربات وتصنع ثروات لبعض الناس لكنها بلا مقابل يعني ثروات بتتعامل من الهواء لكن بلا مقابل انتاجي بلا تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وعلى حياة الناس كمان لكن الحقيقة ان البورصة ده موضوع ده هو ده الموضوع اللي حنقشه مع ضيفنا النهاردة اللي حن حنقش معاه هذا الموضوع لكن البورصة في مصر ليها تاريخ طويل وجزء من هذا تاريخ ما كانتش موجودة أصلا يعني كانت موجودة ثم تلقت قعدت تقريبا اكتر من تلاتين سنة اتنين وتلاتين سنة ملغية وربما دول فترة مهمة كمان حصل فيهم تفرخ صديق ده اللي يخلي السؤال المهم ما فائدة البورصة كان فيه حركة تنمية في الفترة اللي تلعت فيها البورصة دي يعني واضح ان البورصة ما اثرتش وعودتها مش عايز اقول ما اثرتش مش عارف خلينا ده نشوفه مع الضيف لكن الرحلة بتاعتها بقى قصة المصريين مع البورصة دي قصة قديمة قوي من آآ يعني آآ نهاية القرن 19 او الربع الاخير في القرن التاسع عشر وبدأت من اسكندرية وبدأت كمان بالتحديد من سلعة واحدة سلعة القطن بعد كده بقت القطن والغلال بورصة القطن في اسكندرية ودي بدايتها ارهاصاتها بدايتها ده مبنها الحالي لكن هي بدأت قبل كده بتجار وسمصرة التجار القطن كبار تجار القطن بيتجمعوا على على الهاوي على بعض المقاهي في اسكندرية وبيخلصوا الصفقات لغاية لما بقى في البورصة بشكل رسمي واعتقد انها في حدود 1889 بورصة القطن اما بورصة الاوراق المالية اللي هي موجودة دلوقتي اللي هي يعني اللي هي البورصة الاساسية فدي بدايتها برضو زي البورصة في اسكندرية البدايات والارهاصات الاولى ويعني النواة بتاعتها بدأت برضو بانه مجموعة من الرجال الاعمال وايسة مصرة والاخره يتقابلوا على مجموعة من المقاي وتغيرت الاماكن يعني مقر البورصة الحالي اللي هو ده ده في على الشاشة ده ده تفتح سنة فتوتح سنة 1928 لكن وجودها الرسمي كان من قبل كده بكتير باكتر من 20 سنة من ربما من تاريخين عندنا 1903 والف تسعمية وتسعة لما صدر اول اه اه قرار صدق عليه كان وقتها الخدوة عباس حلمي التاني بليحة للسماسرة ليحة قانونية لعمل تنظم عمل السماسرة في البورصة ده 1908 لكن الحقيقة انه يعني البداية كانت الاكثر جدية بتأسيس شركة لل الانشطة للتعامل على الانشطة بتاعة البورصة من 1903 المقر ما كانش برضو زي ما كان في اسكندريا ما كانش فيه مقرات برضو كانوا بيعودوا على وكان فندو الكونتيننت ده اللي موجود لها دلوقتي في ميدان الأوبرا موجود بس يعني في شوشارة بصريت ده كان فندق رائع في ميدان الأوبرا ميدان الأوبرا القديمة يعني مش الأوبرا الجديدة ميدان الأوبرا اللي اتحرقت في ميدان الأوبرا موجود لها دلوقتي على شرع الجمهورية كان دفترة قعدوا كانوا بيعودوا عليها كبار السماسرة والتجار ومكان تاني برضو في قلب القاهرة في اللي هو مكان جروبي دلوقتي في شرع عدلي كان وقتها مقر البنك العثماني مقهى في لازولي في مدان لازولي مقهى نبار وأظن هو فضل فترة طويلة حتى اسمه مقهى البورصة حتى بعد ما تفتحت البورصة فضل السمصر يتقابلوا عليه بعد ما افتتح المقر الرسمي للبورصة لكن البورصة فضلت بقى موجودة لغاية بعد ما افتتح مقرها وبقت منظمة إلى حد كبير توقف نشاطها أوقف نشاطها ألغيت تقريبا تماما سنة 1960 وظلت مغلقة من 1960 ل1992 لما صدر القانون وقتها بيستعيد البورصة وبينظم عملها سنة 1992 يعني 32 سنة البورصة متوقفة 32 سنة كانت فترة مهمة جدا في الاقتصاد الوطني في مصر وشاهدت فترات سعود كبيرة خصوان في ستينات القرن الماضي اللي هو في مطلع حقبة ستينات أغلقت البورصة عادت زي ما قلت في 1992 مهم هي رحلة طويلة والانطبعات عن البورصة والمعلومات المحدودة أظنها محدودة عن البورصة كلها مش عايز أستبق وأقول إنها انطبعات ليست إيجابية جدا من ناحية الاقتصادية أو على الأقل الناس مش فهمة إذا كانت لها دور وإذا كانت من ناحية الاقتصادية لها دور فهل هذا الدور هي تمارسه بالفعل في الواقع الحالي ولا لأ إحنا زي ما بنعمل في البرنامج في أكثر حلقاته بزارعتنا السبب اللي خلانا نفتح هذا الموضوع هو قرار جمهوري صدر في شهر يونيا الماضي ونشر في جريدة الواقع قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية بقى فيه إضافة إلى نص القرار قدام حضراتكم لكن هو بجوهر ومضمونه أنه فيه رئيس البورصة لكن كمان منصب نائب رئيس للبورصة وفيه تشكيل لمجلس إدارة للبورصة فيه ممثل للبنك المركزي وفيه ممثل كمان للشركات كبار الشركات المتعملة وده بينتخب ممثليها في مجلس إدارة البورصة المهم هو ده القرار اللي إحنا البوابة اللي عدينا منها هذه الليلة لهذا الموضوع البورصة المصرية